اشهد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة ناب الأول لرئيس المجلس العلال الشباب والرياضة رئيس الاتحاد بحريني لألعاب القوى بالعلاقات التي تربط مملكة البحرين وجمهورية روسيا الاتحادية مؤكدا سموه أن هذه العلاقات في تنام مضطرد على مختلف الأصعدة وتسهم في تعزيز وتكوين الشراكات وأطر التعاون بما يحقق مزيدا من التطور والنماء في البلدين جاء ذلك لدى استقبال سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بمكتب سموه بقصر الوادي سعارة السيد فاقيف قريب سفيرة جمهورية روسيا الاتحادية لدى مملكة البحرين بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده في المملكة وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن العلاقات البحرينية الروسية شهدت تطورا كبيرا بعد الزيارة الميمونة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعا إلى روسيا في فبراير 2016 والتي فتحت آفاقا جديدة وساهمت في دفع علاقات التعاون بين البلدين وأشاد سموه بالجهود التي بذلها السفير الروسي والتي عززت من العلاقات التنائية بين مملكة البحرين وجمهورية روسيا الاتحادية الصديقة والذي كان له الأثر الواضح في دفع العلاقات نحو أطر أرحب من التعاون المشترك لا سيما على مستوى القطاع الرياضي من جانبه عرب سعادة السفير فاقيف قرايف عن شكره وتقديره لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة مثمنا دورا سموه في دعم العلاقات البحرينية الروسية ومقدرا لسموه حفاوة الترحيب والدعم الكبير مؤكدا ثقته في أن العلاقات بين البحرين وروسيا ستشهد مزيدا من التعاون المثمر الذي يخدم تطلعات قيادة البلدين والشعبين الصديقين ترجمة نانسي قنقر